ورحمة الله وبركاته قرار جديد من النقد في طعون المستشار مرتضى منصور حسام حسن يوافق على طلب صلاح اتحاد القرى يعتمد تشكيل جهاز المنتخب حسام حسن يرفض تقرير فيتوريا ومكالمة صلاح لاتحاد القرى نبتدي بالمستشار مرتضى منصور قررت محكمة جنح النقد يوم السبت الماضي مد أجل الحكم في الطعن المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكمين بتغريمه بتهمت سب وقص في بيبو رئيس النادي الأهلي كانت مستأنف الاقتصادية أبدى التغريم مرتضى منصور ما بين 10.090.000 جنيه بقضايا سب وقص في بيبو فطعن على الأحكام أمام النقد يذكر أن محكمة النقد قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المستشار مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لقبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرا وتم ترحيله للسجن وادي النترون هيسقد العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي نتمنى طبعا المستشار مرتضى منصور الشفاء لأنه عند خشونا في الرقبة ونتمنى إن شاء الله يتخلص من كل القضايا اللي عليه ونتمنى تسامح بلاش الغل والحقد بتاعة بعض الجهلة اللي عندهم نقص التسامح حلو فنتمنى تسامح ونتمنى إن شاء الله يتخلص من كل القضايا اللي عليه بإذن الله نروح لحسام حسن يوافق على طلب محمد صلاح في منتخب مصر وفقع حسام حسن المدير الفنية الجديد لمنتخب مصر على استمرار الدكتور محمد أبو العلاق رئيسا الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني بعد التنصيق مع إدارة اتحاد القرى في هذا الأمر وهو ما طلبه محمد صلاح قائد الفراعنة ولعب نادي ليفربولا الإنجليزي في وقت سابق من الجبلية بعد إسناد المهمة للعميد وعطى حسام حسن الموافقة لإدارة اتحاد القرى على استمرار محمد أبو العلاق في قيادة الجهاز الطبي لمنتخب مصر خاصة أنه تم التنصيق بين مسؤول الجبلية وحسام حسن على الجهاز الطبي المعاون له في المرحلة المقبلة داخل صفوف الفراعنة ليكون بذلك قد تمت الموافقة على طلب محمد صلاح الذي رغب في استمرار أبو العلاق على رأس الجهاز الطبي وفقا لما علمته بعد المصادر وأكد حسام حسن لإتحاد القرى على استمرار محمد أبو العلاق على الرغم من أن العميد كان يرغى في إحضار الدكتور محمد عنين قرئيس للجهاز الطبي للفراعنة خاصة أنه سبق وعمل معه خلال سنوات قيادته للأندية المختلفة لكن تم إقناع العميد ببقاء أبو العلاق نظرا لتواجده منذ سنوات مع المنتخب الوطني ويتمد اتحاد القرى تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل خلال ساعات بعد تسلمهم من حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب وسيتم الكاشف عن قائمة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية للفراعنة في عهد التوأم وخلال الأيام الماضية منح اتحاد القرى حسام حسن الحرية لاختيار جميع عناصر منتخب مصر الفنية والإدارية أقد استقرر العميد على استحاب طارق سليمان مدربا عاما واسع فان الصغير مدربا للحراس ووليد بدر مديرا إداريا يبقى كده احنا طبعا نتمنى التفاهم والتوفيق لحسام حسن وخصوصا مع محمد صلاح لأنه هو قائد منتخب مصر الناس اللي غلطت في محمد صلاح لما قالوا أنه هو بيتمارض محمد صلاح في آخر مباراة لليفربول ما لعبش ليه لأنه هو بيقمل علاجه فانا أتمنى من الناس دي ومن الولد أبو ظفيرة قال ليه لنهار بيتنطط لنا في قناة النهار ده اللي هو إبراهيم السعيد اللعب الفاشل أنه يعتذر ويبطل نفسنا على اللعبة الأحسن منه نروح لحسام حسن يرفض تقرير فيتوريا كشف مصدر من داخل الاتحاد المصري لقرة القدم عن موقف حسام حسن المدير الفني للمنتخب في آخر تقرير للبرطغال فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب قبل رحيله هذا التقرير والذي تركه فيتوريا قبل الرحيل عن رحلة المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية والتي خرج منها المنتخب من دور الستاشر من البطولة حيث أدعى منتخب مصر البطولة برقلات الترجيح من منتخب الكونغو ديمقراطية ليقرر اتحاد القرى بعد ذلك الإطاحة بالبرطغاليوي فيتوريا حسام حسن اطلع على التقرير الذي تركه فيتوريا والذي أوصفيه على سبيل المثال بالإطاحة بعدد من اللاعبين وعدم ضمهم مرة أخرى إلى جانب رؤيته الفنية للقادم ويرى حسام حسن أن التقرير غير مفيد له على الإطلاق ولا يقدم أي شيء مفيد وليس به أي تفاصيل عن أسباب الخروج سوى الإشادة بالمنتخب أنه كان صاحب معدل تهديفي مميز حتى دور الستاشر ليؤكد حسام حسن أنه لن ينظر في التقرير لأنه لا يقدم أي شيء مفيد ليه؟ لأنه هو الأخ فيتوريا خلاص عهده انتهى فمش من حقه أنه هو يقول اللاعبة دي تلعب أو اللاعبة دي ما تلعبش كل الصلاحيات دلوقتي لحسام حسن ونتمنى توفيق لحسام حسن فكل الدعم لحسام حسن مدرب منتخب مصر الجديد بالنسبة لحسام حسن ومسؤول رياضي كبير هنروح نشوف تفاصيل مكالمة جمعة بين صلاح وبين مسؤول رياضي كبير بخصوص حسام حسن يا ترى إيه المكالمة دي؟ كشف الأعلامي سيف زاهر ولو إنه مش أعلامي ولا حاجة عن تفاصيل مكالمة هاتفية أصل سيف زاهر ده في المطبخ في اتحاد الكرة ما هو كله فساد في فساد فمين اللي بيعرف أخبارهم؟ سيف زاهر ووحي زي شبير هم دول اللي بيعرفوا تفاصيل اتحاد الكرة لأن مين اللي ممشيهم؟ نادي إن النوس نروح لتفاصيل مكالمة هاتفية بين محمد صلاح نجم المتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وبين مسؤول رياضي كبير دون الكشف عن اسم المسؤول الرياضي أكد سيف زاهر أن صلاح تواصل معه بخصوص تعيين حسام حسن كمدير فني للمتخب الوطني ومن الآخر كده مين هو؟ جمال علام حالة من الجدل تتحدث عن فكرة وجود خلاف بين حسام حسن وبين محمد صلاح على خلفية تصريحات حسام حسن ضد صلاح أو ما تم وصفها انتقاد لمحمد صلاح خلال بطولة الأمم الأفريقية الحالية هو فعلا كان تم انتقاد لحسام حسن لما صلاح رح يتعالج في ليفربول قال أنا لو ما كان فيتوريا كنت قلت له خليك عندك وما ترجعش ده الأخ مين حسام حسن فكان المفروض حسام حسن يعتذر لمحمد صلاح أكد سيف زاهر أن صلاح تواصل مع مسؤول رياضي بارز وأكد له أنه لا يوجد أي أزمة بينه وبين الجيازة الفني الجديد لما تخب مصر صلاح أكد أنه تحت أمره متخب مصر في أي وقت وعندما يتم استدعائه سيكون أولا المتواجدين صلاح في حديثه مع المسؤول أكد له أن دور اتحاد القرى هو التعاقد مع المدير الفني للمتخب ودوره كلاعب الالتزام فقط وأنه لا يمكن الخلط بين الأدوار فعلا محترم يا كابتن محمد صلع لاعب مميز جدا ومحترم ولاعب طبعا فخر العرب زي ما بيقوله فنتمنى التوفيق كل التوفيق مع المدرب الجديد وكل الدعم له حسام حسن وإن شاء الله المتخب يبقى أفضل من الأول فاريد اتحاد القرى ما يدخلش فيه المتخب تاني ولا في تشكيلات المتخب ولا في مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش ولا مين اللي يطلع من المعسكر ومين اللي ما يطلعش مش عايزين اللي حصل مع فيتوريا يحصل مع حسام حسن التوفيق كل التوفيق لمنتخب مصر وتحية كبيرة للزمالك والجمهور الزمالك المحترم نادي القرن الحقيقي نادي الوطنية والكرمة ترجمة نانسي قنقر